خبز الأسمر خبز الأسمر بس إيمتهم الغذائية بتختلف هناك عدد من أنواع النشويات حتى نعرفك عليهم ونعلمك تختاري النوعية الأفضل هون عندي عدد من النشويات يلي كلهم بقلبهم 80 سعر حرارية يعني حصة وحدة من النشويات ولكن إيمتهم الغذائية بتختلف فمثلاً عنا نص رغيف من الخبز الأسمر الوساط وربع رغيف من الخبز الأبيض الكبير بيحتووا على نفس السعرات الحرارية ولكن إيمتهم الغذائية بتختلف بالخبز الأسمر عنا كمية أكبر من الأليف الفيتامينات والمعادل كير من هيك نحنا دايماً بننصح أنه نتناوله بكمية أكتر من الخبز الأبيض هو كما بساعدنا على أنه نشعر بالشبع لمدة أطول هون عنا ثلاث حبات من الكراكوت وثلاث حبات من الرايس كيك يلي بيحتووا على 80 سعرات حرارية أنا بصراحة كتير بحب هيدا النوع من النشويات لأنه لما نتناولهم بنشعر أنه تناولنا كمية كبيرة من الأطعمة وهن بيحتووا على كمية كبيرة من الأليف والفيتامينات يلي بيساعدونا خلال عملية خسارة الوزن وبعودودنا الأشياء اللي عبتون قص بجسمنا كمان هون عندي ثلاث أصابع من الكعك بالأعشب هيدون ثلاث أصابع بيحتووا كمان على 80 سعرات حرارية بسجاحة تانية عنا الرز والمعكرونا يلي هن كمان يعتبروا المتهم بالبداني عند السيدات الرز ثلاث كوب منه بيحتوي على 80 سعرات حرارية وبالمعكرونا كمان بتلت كوب في 80 سعرات حرارية البطاطا والدرة منه الخضار البطاطا والدرة هن كمان من أنواع النشويات هون عندي راز من البطاطا الصغير بيحتوي على 80 سعرات حرارية ومعلقتين من الدرة كمان بيحتووا على 80 سعرات حرارية بدي انصحيك أنه تتناولي البطاطا المشوية بأشرتها وأكيد مش المقلية لأنه المقلية بقلبها كمية كبيرة من الزيت وهي بتضر بصحتك كرميل هيك استبدليها بالبطاطا المشوية بأشرتها يالي بتعطيك جرعة من الأليف وبتساعدك خلال خسارة الوزن إذن النشويات ملنا خطرة متل ما بتعتقده ولكن كترتها هي اللي بتسبب البدانة حاولي تتناوليها باعتدال وهون حقطيك نصيحة كتير صغيرة جربة تخفف من النشويات خلال فترة الليل لأنه خلال هيد الفترة النشويات ممكن تسببليك البدانة بالبطن خفف منها بهيد الفترة وهيك بتقدر تحافظي على رشادك وصحتك